اشتركوا في القناة وما عارف المعنويات واشنو ما عارف لا لا نحن في كل الظروف بنطلع وعليكم السلام ورحمة الله بالتلبدري حبابكم ونصدامو في كل الظروف نحن بنطلع حواء حبابك في كل الظروف بنطلع اخوانا طيب وفي حاجة انا دار الناس يعرفها بالنسبة للنشطاء عموما بالنسبة للنشطاء عموما انصرافي غسان وحيد ما عارف المهم بسيوني ابو الدهب ابو رهف شكري يهاب السر المهم كل النشطاء الزكرناه المذكرناه كله اخوانا نازل ما عندهم مسؤولية او ما مسؤولين من اشيال بيحصل له نازل بنقول لك الخبر فقط ما بده تعليمات ولا مسؤولين من انه الجيش ليه ما تحرك او انه الجيش ليه ما فزع المنطقة الفلانية لانه الجيش ليه لانه الجيش ليه لانه الجيش ليه بالتعليقات المياه الناس والله العظيم ما قصرواهم بذلك العداز كله من نشطاء الدعمين للجيش ما قصروا وقدموا اللي بقدروا عليه ومتطوعين فانت ما تكون محبط ولا من منطقة حصلت فيها كويس انتهاكات تجي طوالي تردم الناس انت بعرف اننا بنعمل فيشنو انت بعرف اننا بنعمل فيشنو انا واحد من الناس بيتكلم لك على الحاجة اللي انا بعملها وحياطة اللي اقسم بالله العظيم احنا عشان نتحصل على المعلومة وعشان نتواصل مع مصادرنا والله الشيء ده بيأكل معنا ساعات بقى احنا ما قاعدين نجيب من الميديا عندنا مصادرنا بيأخذ معنا ساعات احيانا والله الواحد في مكالمة يجرك والله العظيم ساعات او ساعة او نصف ما بتقير تقول له لا ويختصر من باب الاحترام بالنسبة للرتب الكبير دي ما بتقدر غير كده عندنا والله العظيم انا واحد من الناس والله عندي قروب بتاع واتساب او عندي ناس في الواتساب ده بس ساعات لدرجة ان الواحد محرج من الاغارب يعني او الاقرباء محرج منه في رسال مجاعة ينهروا ده على حيانا بيشوفوك متصل غير كده حتى اقرب الناس لك يعني انا وسمورة يمكن جريب اسبوع مشاكلين في الموضوع بتاع ما بترد وليه ما بترد متخاصمين في الموضوع ده وكل بيسبب الشي الحاصل ده فانحنا والله العظيم بنقدم اللي بنقدر عليه ومجتهدين ورسائلنا والله ما بتجيف هس الليلة في موضوع الجزيرة ده كم رسالة كم رسالة وكم غايد تواصلنا معه واتصلنا عليهم يا ناس الكلام ده عيب يا ناس الكلام ده عيب هو اسمه تعار اقسم بالله العظيم والله في ناس لا عمرا ولا ما نغنون نتكلم معهم كده لكن نعم شنو مجبرين يعني الليلة أنا اجي كويس اجي انا اشدلك الجيش في صفحة انا لما نجي اقول يا جيش انقذ الحتر في الهنة يبقى لما عندنا مصادر تتم تابعيني لشنا انا بعرف محل برسل وين عليكم السلام اخوطنا اميرا انا بعرف محل برسل وين وسانورو اخوطنا رانية تسلم اخونا ايمان بعرف محل برسل وين بعرف محل بوجه رسائل وين بعرف محل لنازال متواصل معه إذا كانت المواطن إذا كانت المواطن عارف بلد يكون أجهزته باستيقه باستقبارات باستيقه بجهات أمن مخابراته ببقية معقولة المعنى هم تكون عنده لكن يتعملوا معه وهي شيء ما ترك لهم البلد يكون مفيا استيقه كانت بلعت عديل البلد يكون مفيا استيقه وحياط الله كانت بلعت يخواننا المؤامرة كبيرة 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 لأبعد مما تصور مهما انت خدت حجم لكبر المؤامرة في رأسك والله أكبر منه طوابير داخل الجيش سوس مالم عدد اضف الى ذلك كمية من الخوانة اضف الى ذلك انه حرب مدن وقتال شوارع وتفاصيل كثيرة ما دايرين نعيد المكرر فأمان لا نشهد لك في الصفحة هنا اقول لك يا اخوة الله العظيمة الحصل كذا كذا ويا جيش انقذوا وين الطيران وين 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 يا اخوة معقولة كلامنا ما بيجي انا احنا وحياطا لنوم ابن نوم بيسبب اشي حصل في الجزيرة ولا حد الان بيحصل في الجزيرة والله العظيم من زمان متألمين لكن الحملات الاخيرة الانتقامية اللي بيعملوا فيها الجنج الجبنة دين والله العظيم قرهتنا بسم الله العظيم والله نوم من نوم لاحظ وجوهنا دي كويس والله نوم من نوم الحمد لله القلوب صحية ما قلوبنا ميتة نحنا ما قلوبنا ميتة واي شبر في السودان ده واقسم بالله العظيم بهمنا ما عندنا فرق بين انه دي جزيرة والدي ما عارف كردوفان وده دارفور وده شرق لا لا السودان ده كله كده السودان ده بهمنا السودان ده كله بهمنا عشي الحاصل ما ساهل انا بخدتها لك عديل كده عشي الحاصل والله ما ساهل في الجزيرة وطبعا الناس البرا جزيرة دي كمية كويس من الناس يعني اهلهم الناس المختربين دي اقلبية ده هلهم في الجزيرة او من الجزيرة مع الشي الحاصل في الميديا وشي الحايم ده طبعا اي زول هناك عنده زول بخد في رأسه ياخدنه زول لو الله يحصل له هاي بتزعله وبتضايق وبتجي هنا تكلموا لينا في ذاك وان احنا ما عارفك نجيبت خبر تاني كويس احنا مقدرين يجبت خبر تاني كويس احنا مقدرين كنتما مكهورين مقدرين انكم انتم من ناس مقرارين اوه لم يتبقى شي الشغل اقسم بالله العظيمان في ناس ما يعني مشو الشغل مقدرين تماما انك شاهلهم اختك شاهلهم اخوك شاهلهم ابوك ما عارف الناس وين مقدرين انه فيه ناس اهلهم ممسوكين وطالبين فيهم جروش مقدرين يعني دين يصلوا لمرحلة بيقول لك زولك دان احنا دارين فيه مبلغ تحتار زيل بيقول له دارين خمسين مليون دان ده كلنا احنا عارفين عارفين انك ماري بيظروف لكن في النهاية والله انت ما بيدك حاجة ما عليك الا تثبت وتركز وتدعى ربنا ما يجيزوا ليقول لك يا اخوال الله العظيمة الشي الحاصل له نعم والله انتهاكات لا تحصل لا تعد والله النشر في الميديا ده نقطة في بحر نقطة في بحر ديال الناس اللي كانوا يدعوا بزعموا انهم قضية وجاهم من اجل المواطن ودعمهم القحاطة الهس دارين اتملصوا منهم وشايفهم قاعدين غير في الموجة لا يا قحاطة حاجة غير الموجة نهاية لا لا انت خلاص مصنف الليلة محمد عليفة اكتر دول اشتغل دعاية عسكرية للجنجة اكتر زول قاعد يفش للجيش وقاعد يضعم في الجيش واكتر زول يصدر الخوف للناس وبيسبب ان نزحوا الاف المواطنين وأثناء نزحهم اتعرضوا ليه نهيب واتعرضوا لحياة كثيرة الليلة مسكنا لك كويس في هاشتاغات ومثلنا في انه مع المواطن وضد الجنجة لا لا انت جنجة ازول والله لو دعلكت بسار الكعبة لو دقيت شفت السمدة براسك وجيت راجع انت جنجة انت جنجة انت جنجة ماذا غير موجاتكم دين ناسكم دين ناسكم زادت كنتوا داع منهم دين هم دين نهاية رجعة في الموضوع ده والله نحن لم نقبل او تأيزوا الوقف ضد البلد بيكلمة ضد الجيش بيكلمة وقسم بالله لا مرحبا كويس ولا لدينا معاوية شغلة وشوف شغلته هن شوف شغلته هن طيب النسبة للجيش عيب وفضيحة انا عارف ان كنت كجيش ما بتقدر تغتي كويس كل الجغرافية عارفين تماما انه الشغلة دي كونه تنتشر لكن لمن تحصل كوارث زي دي والناس كلها عينك للفيديوهات وعينك للناس زل الآن بيقودوا حملة انتقامية وعديل معلنة 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 في الميديا تعينك للكلام ده وما دار تتحرك وعينك للناس يبقى انها سلاحة ترديم يعني نحن دار نفهم واخسم بالله العظيم دار نفهم والله لو انا كنت بتكلم معاوه عميد انا كنت بتكلم عقد انا بتكلم معاوه ما لاقين تفسير للكلام ما لاقين تفسير لايه هالجيش ما دار يتحرك ويفزع كده عندنا جماعة في الطيران سألناهم يا اخواننا يبتوا بالنسبة للموضوع بتاع الطيران ما لكم قال لي نازل بتلغبت مع المواطنين لا تجمنوا تكتيكم الجوبة ومتلغبتهم مع المواطنين قلوا لهم تمام اسأل المواطنين نازحوا إلا المواطنين الماسكين لهم وطالبين في ميناء ذلك وقاعدين محتجزين لهم ويحجدين لهم مستنفرين ذلك ولكن لا يوجد مواطنين سريحة وازرق والحثات نزح مننا المواطنين هل تتخيل انه نازل دقوم دوشكات قادل تتخيل انه نازل دقوم بي 23 مواطنين العزل لا يوجد أي شيء تحتار قبل الدخول للمناطق تدوين دوشكات دوشكات 23 هذا كلهم موجه أين؟ موجه قصة المواطنين عديل يعني ان الجميع نازل تمثيليات جيدة حتى الكبار السم احترامون من أقول لك أن الجن جدل مشكلتهم والأساسية تكمن في التربية أنا لا أقوم بأخذهم من رأسي أنا أعرفهم كثيرا فالموضوع هذا لا يستحمل نهاية نهاية والله العظيم يا سيطرة وقسم بالله مهما كان عزوركم نهاية عندك تنبول وعندك المناطق كلها شرق الجزيرة كله مفروض يكون جيش هذا المواطن أنت خائب على ما تكتك يلعن والتكتك لكي أساكري مثلا ما يموتوا والقناصة أو أقع في كمين طيب المواطنين الموتوا ذلك المواطنين الموتوا ذلك ما أعلم يعني ما إنت مهمتك كجيش وين كدس وقال مهمتك كجيش انت وين الآن وموضوع ما يبقى موضوع تطبيل وخلق للعزار نحن والله العظيم مغدرين أي حاجة ونديكم حاجة من كل حاجة وعرفتنكم والله الحرب الخطوات يقسم بالله العظيم شفت ما سهلة لكن الآن في الموضوع بتاع الجزيرة ده بالذات والله ما معكم حاجة نهاية والله العظيم والموضوع ده حيخلق فتنة الموضوع ده حيخلق فتنة موجه عشان الجحاض الجماعة هذا الشغال انت تدخيم لا الموضوع اساسا كبير ما موضوع صغير يهزل حجم الانتهاكات هناك ما ما شغل ساهل ما شغل ساهل عشان نحن ننساه زي ما نسينا لجبله والددنورة وغيره 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 لا هذا موضوع بيختلف الآن نازل بيكون مستهدفين المواطن بصورة مواشرة المواطن الآن بيكون هدف مشروع ويموت حركاتك ويموت حركاتك الزولة اللقاء والجيش الشوايجة استلمى البلوك ده اصلا ما مر حبيك شفتين في الصفحة اصلا ما هل ياتا شارك ياتا تلعب على منهم هذا تلعب على منهم كم استلمى البلوك ده قريلنا من هنا جاء تلقى على من هنا جاء تمر رجين دينة دارت سعطفنا بالكلمتين قاعد تقولهم دين دي الشوائق هسا انت الشايف و هسا الجيش ده كل التشكيلات دي كل الجبال دي تقول دي الشوائق طيب دارت على موضوعنا موضوع ده والله لا يمكن السكوت عليه والله اقسم بالله العظيم موضوع ده خسن منكم وهنا احنا ملاحظين كل ما الجيش تقدم يشتغل في حتة او يستعين منطقة معينة او يكون ماشي كويس السيطرة لازم تنفسه تجد الشغل من منطقة او من حتة والله العظم انا لا حصلت والملاحظة دي اقسم بالله العظيم جبال فيه عميد قال لي قال لي والله يقول ما الناس يفره ويقولوا يا اخي الشغل دي خلاص قربت والشغل دي خويس ما فض الله حاجة بالحسابات العسكرية ما فض الله حاجة يجي يفتحوا ثاني جبهة وكمان الجيش يقصر في منطقة ما تعرف الشغل دي قصد والله الحاصل شنو ماهد عندك المحور سنار بياشا قالوا استنموا الدندر استنموا السوكي في طريقهم الى سنجا وانا مدكد سنجا دي اتحركوا الاسر استلموها تجدوا لانا الشغل تفسدنا الفرحة هنا في موضوع شركة الجزيرة اذا لانا لو جيت خرطم دي كلها كانت تحررت لو جيت قلت لانا يا اخي والله العظيم شفت حول سنار دي ما فولة جنجا لو جيت قلت لانا حررنا كل المناطق دي وفكنا الاسم حتى كردفان بيغادب هناك نظفنا الشوارع وكل ذا بتفسدة لانا شغل حصل في شركة الجزيرة انت لا تتحرك بمتحركاتك بكل اجهزتك بلد فيها جيش فيها جهاز فيها شرطة فيها مستنفرين يا اخي ما قادر قادر شنو قادر شنو قادر شنو كده سؤال قادر شنو ولم تانى انت تقعد تخلك في الاعزار الليلة وبكرة ومعارف شنو وترتيبات وتقديرات يا اخي لا ترتيبات لا تقديرات لا غير وياخد حرك يا اخي قادر شنو قادر شنو الان الان يدفعوا في هذا التمن لا يدعو الناس فرحوا معك و يدعو الناس يتصوروا معك يدعو الناس يتورطوا يدعو الناس يتورطوا وهو موضوع ما يبقى موضوع على التطبيق هذا الصحيح نحن نجيب فوقه و لو كل الناس يكفت ضده نحن نجيب فوقه و ندعوه أصلا من نطبي اللي يزول شاء الحظر في الجزيرة التكسير تحمل مزوليته منه والله السيطرة بسم الله العظيم يا برهان تتحمل مسؤولية شفت ما حصل و اي زول سقط والله العظيم شفت هذا في مسؤوليتك انت في رقبتك انت معقولة ياختك تكبتع شونه تكبتع شونه و زفت بتاع شونه كل ما نمشي كويس وكل ما نشتغل كويس وكل ما نقول خلاص الشيخ الذي ما فضل فيه حاجة و عارفين تماما من النازل والله لا يمداد ما عندهم والله يمداد ما عندهم و الله يمداد ما عندهم ياخي نحن عمر عمر شهر و خان و عمر شهر و خان و عمر شهر و خان كان و ليسه منه ده عمر السيد ده شوف عن أسفواز ذلك كان بجلد فوق بعيد و بسرخ ذي طفل الصغير ياخه يقعد يهلي و ناس يا أخي في بأعمار زي ده و يقعد يهين و يمثل بهم كمان و يمثل فيه راجل السبب ليه السبب شنو السبب غيابك انت كايش ما ألاقي البردع ما ألاقي البردع ما تكت قول ليه يا أخو الله العظيم الشيخ الذي ما عارف تكتيك و ما تكتيك لا لا نهاية ما تكتيك كلام ده قليلا نحن قالوا ناس بأركانه ده ما عشو قلبي تكتيك ده ما عشو قلبي تكتيك دارين نشوف جيش في الجزيرة دي دارين نشوف دارين نامير شرك الجزيرة ده كله دارين نو الفات كوم و هسا نحن فيه ده كوم الفات كوم و هسا نحن فيه ده كوم مقسم بالله العظيم ما تحركته و ما رجعت المناطق دي و ما عمت المناطق دي نحن نقول عليك شنو تاني غير انك انت كايزة الشغل دي عاديل ورونه يعني محجولة يا اخي ما في نهاية تاني والله العظيم يمونا والله الساعة اللي يتمر الدقيقة اللي يتمر ديقسم بالله العظيم محسوبة الدقيقة اللي يتمر و عارفين تماما الوضع هناك نقول لكم بالتفصيل نقول لكم بالتفصيل نقول لكم بالتفصيل نقول لكم بالتفصيل هيا حيات تاني أقعر في منها تحرك المتحركات دي تحركت المتحركات تجهزتوها والان في اتم الجاهزة تحركوها ان شاء الله قصاد عشرة متحرك استلمى الأربعة وين المشكلة وين المشكلة يعني جاء عزر مار ولحد هنا اخواننا ونجيف والناس ما تنسى تستخدم أقوى سلاح اللي هو الدعاء وننظر وننتظر نشوف بكرة السيدة البرهان هو قياداته المعاون سيعمل اشنو؟ سيقعد اتفرجوا ويخلوا الناس حايبة في الميديا وتردن في الجيش ممتل للأسلا اخي انا اخي آرنا وقالا يا ابرهيم وهنا الجيش في الجزيرة انا اقول له скажو شنو؟ سواء له شنو؟ دفاعيشنو؟ or اخي انا pastor خلينا من انها اساكت جزيرة مما اننا اخي الجزيرة دي سقطت كيف؟ انا لو احنا نحنن ومساكنا الثلاثة دي الفرقة الاولى دي ذاتة لماذا انسحبت؟ ده موضوع الليんだو 1200 اللاف نحن فقط في هسي. لماذا سحبتم من تمبول؟ لماذا تركتم هذا المواطن يعاني ويواجه الجنجة للبرار؟ في تكسير القيادات المسؤولين على هذا الموضوع يتحاسبون. يتحاسبون. يتحاسبون القيادات الآن تتحاسبون. هذا الموضوع لا يمر مرور للذكرات. لذلك هنا نقيف وكما قلنا لكم الناس تدعي. وبالنسبة الناس البرة يجب أن يكونوا بربنا قوي. وإن شاء الله ربنا يحفظكم ويعفظ أهاليكم. ولحد هنا أخوان النجيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.